السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة حلوة جداً لإستخدام الزكاء الاصناعي المونس يوسف كان بيتكلم عن القوى أن يعمل أفلام ونسلسلات في أفلام بتبقى جميلة وكارتونات هادفها لكن المشكلة أن النساعات الواحد بيلاقي لقطات سيئة في الأفلام فممكن أنت تقرأ على موقع IMDB وده موقع بيديك الأفلام وتقييمات الناس فممكن يقولك أن فيه لقطات ممكن كل فيلم كويس وكل حاجة لكن فيه لقطة مثلاً من مدة ثواني أو ديئة فهو استخدم الزكاء الاصناعي بحيث أنه هو يكتشف اللقطات الخارجة ويلغيها يعني غلط أن واحد يقول ليه أنا هفرج عليه ولما لاي لقطة أحزفها وأحزفها لا هو زكاء الاصناعي بقى يدور عليها ويحزفها فهي اسمها NSFW Image Detection يقدر يكتشف اللقطات الخارجة ويعمل أطعم من أول صورة لآخر صورة ويشيلها خلص تمام؟ وفيه برنامج منتاج اسمه لوس كنت شرحته في فيديو قبل كده هسيب لكم الرابط ويجرب الموضوع ده على الأكتر من فيلم والموضوع تم بنجاح إن شاء الله يعني نتمنى أنه هو يرفع لنا أو أي حد يستخدم ترى دي يرفع الفيلم وهي محترمة نضيفة خالية من المشاهد المقزسة تمام؟ دي الفكرة ياريت حد يطبقها بس ما تطبقاش في أي فيلم خلاص تطبقها في الأفلام اللي فعلا فيها هدف وقيمة وفيها قصة مفيدة أتمنى إن شاء الله نشوف الموقع يكون كل الأفلام اللي فيه مرفوعة دي فنس كتير مرحبا بالفكرة فدي فكرة حلوة لذكر صناح حاولوا بقى إن انتوا تعملوا إن شاء الله اشتركوا في القناة